امبارح سيادة الرئيس عفتاح السيسي راح افتتح القرية الأولمبية او اسمها بالزبط مدينة مصر الدولية لألعاب الأولمبية انا الحقيقة امبارح وانا لو بشوف الخبر ده كنت الاول مرة اعرف ان في العاصمة الادارية فيها قرية أولمبية على اعلى مستوى بتتبني انا كان راجل في المجال وفي الفيلد كلاعب وكاعلامي ولكن ما كنتش اعرف ان ده بيتبني في مصر امبارح انا ما درتش حاول التلفزيون لان حلم اللي انا كنت بأحلم به بيتحقق انا بس دربتلكم المثل بغنية انما احنا رحنا فرنسا لقينة الكلام ده رحنا اوروبا كلها لقينة الكلام ده رحنا افريقيا لقينة الكلام ده بس مصر بتعمله على سكيل كبير قوي ومصر بتعمل حاجة عظيمة في البنية التحتية الرياضية الحقيقة مدينة مصر الدولية لألعاب الأولمبية يعني كلمة بينة لألعاب الأولمبية يعني في احنا اكتر برنامج رياضي سعيد بهذا الوضع لأن احنا كنا بالنادي وبنتمنى ذلك طب خليني أرى محدقكم الخبر وهتوقف على بعض المنشآت المهمة اللي لازم نركز عليها شوية السيد الرئيس عفتاح السيسي كان في جلوة تفقدية مبارح لعدد من المشروعات والمواقع اللي بتتبني في العاصمة الإدارية الجديدة وكان من ضمنها مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية واللي هتكون أكبر مدينة رياضية أولمبية متكاملة في الشرق الأوسط هو ده اللي احنا كنا حلمنا وكنا نتمنىه وفجئنا أنه بيتبني في مصر وفجئنا أنه في مراحل كبيرة اتقطعت فيه مبارح في التغطية الإعلامية لكتماع سياد الرئيس المدينة دي تم التنصيق على أنها هتقام طبقا لأحدث المعايير والقياسات الفنية لطلبتها كل الاتحادات الرياضية الدولية المدينة هتضم استاد كورا ساعة 90 ألف متفرج هتقول لي طب يا هيسم ما هو استاد القاهرة 120 ألف لا يا فندم تعال هنا الـ 90 ألف دول إزاي الوصول للإستاد والخروج منه إزاي يعني أنت دلوقتي أولاً الطرق هتبقى إزاي أنت كمشجع جاي تشجع فرقتك هتوصل للملعب ده وتمشي بكل أريحية 90 ألف مش هيبانوا الحاجة التانية هتلاقي فيه 4 و 5 و 6 قوة لبس يعني ممكن تقام عليه مباراة وبعدها مباراة تانية أنا عايز أقول لكم أن السعر الرسمية لستقرارة رسمية مش الغير رسمية الرسمية 67 ألف الغير رسمية طبعاً لأنه تصميمه يساع كده بياخد أكتر من كده ممكن يوصل لـ 90 ألف ولكن احنا بنتكلم على 90 ألف متفرج كل متفرج للكورسي بتاعه والأكسز لهذا الملعب أو الدخول لهذا الملعب بكل أريحية مساحات كبيرة طرق ممهدة وهو ده لو تفتكروا اللي خلانا نخسر تصفيات كأس العالم ملف كأس العالم اللي احنا خسرناه خسرناه بسبب كده بسبب كده بسبب أن الناس قالت طب احنا دلوقتي الجماهير واللعابة لما توح الملعب وتنصرف من الملعب وتنصرف ازاي الموضوع بيتعامل حلم كبير بيتحقق على الأرض مصر وبسواعد مصرية فـ 90 ألف متفرج ده احنا بنقول له حاجة غير رسمية نهاردة بتدي لك 90 ألف رسمي وتروح وتوصل بالتيكت عليه رقم كرسي بتاعك وأبواب بتوصل لغاية الملعب وتمشي بدون أي مشاكل وبقى ريحية كاملة طيب هيبقى فيه سلطين مغططين أو سلطين واحدة هتشيل 15 ألف أنا لعبت في استاد القايرة في الصالة واحد الحقيقة صالة واحد صالة كبيرة وعظيمة جدا ولكن كان ينقصها كتير وإحنا كلعيبة كنا حسينه ومش هقوله وإحنا مش فسادت إن احنا نقوله دلوقتي السلبيات أو الحاجات اللي بارت مع تشغيل صالة واحد تم تلافيها في هذه الصالة 15 ألف متفرج في الصالة تانية 8000 متفرج يعني تقدر يعني تقدر يعني يقام عليها بطولة سواء سلة طايرة يد كاراتيش جود وأي إن دور يقدر يتعامل فيه بكل أريحية مجمعات أولمبية للسباحة لما جبنا لحضراتكم الصور الفروسية اللعبة اللي احنا قلنا الحلقة اللي فاتت الجواد العربي الأصيل لازم يبقى أساسه مصر ودي كانت مفاجأة ليه أنا شخصية عشان أقول على الجواد ده عربي أصيل لازم جيناته ولازم جدوده طالعة من مصر مش من أي دولة تانية اتعامل مدمار كبير للفروسية التنس عشان نقدر يعني يبقى عندنا بطولة في الجراند سلام ومصر كفيلة بكده تقدر تاخد بطولة زي دي وديرها وتنظمها ونحطها على جين تتلحاد الدولي كبطولة من البطولات الجراند سلام السكواش برازيل العالم احنا هيبقى عندنا مجمع عالمي نقدر نحط نقاس في عن رجل على رجل ونستضيف أي بطولة أي بطولة والرماية والقس والسهم سمعين الألعاب دي ولا مش سمعينها سمعين الألعاب اللي احنا ما عندناش أصلا المنتخبات بتعاني في تدريبها ومدمار لألعاب القوة ألعاب القوة اللي هي أم الألعاب ألعاب القوة اللي كانوا معانا الحلقة اللي فاتت والناس الحقيقة ما عندهمش غير المركز يتمرنوا فيه بتعملينها مدمار عالمي يستضيف أكبر البطولات في ألعاب القوة وكمان هيبقى فيه مستشفى طب رياضي عالمي اللعيب لقدر الله اشتكى من حاجة مصاب عايز يعمل أشعة مش محتاج يطلع برة عندك مستشفى كامل سواء علاق طبيعي أشعات رانين كل شيء هتلاقيه جوه المستشفى دي وفندق عالمي كل الكلام ده طبعا هيكون جوه القرية اللونبية الحقيقة ده خبر أسعدنا جدا والحقيقة كان لازم نديله وقت من برنامجنا لأنه ده كان حلم والحلم ده الحقيقة اتحقق بأياد مصرية وإن شاء الله يعني نحلم بالافتتاح يجيب سرعة وكان تعليمات ستراص مبارح إن المشاريع كلها تخلص في معادها إن شاء الله ويكون افتتاح كبير يبهر العالم بإذن الله شكرا